الحقيقة الاتفاقية هي اتفاقية تفتقد الشرعية والأسباب واضحة الآن الضامن الأول وتم ترويسة الوثيقة بإيران إيران عمليا لديها أكثر من 60 ميليشيا تقوم بقتل الشعب السوري على الأرض منذ ست سنوات وأكثر من ست سنوات محتلة لسوريا لأجزاء واسعة هي من تحكم حاليا المناطق التي تسيطر عليها ما يسمى عصابة النظام من غير المعقول أن نعطي الشرعية لدولة محتلة قاتلة بأن تكون ضامن لجرائمها بدل أن تساق إلى محاكم دولية ومحاكم وطنية لمعاقبة المجرمين الذين قتلوا الشعب السوري أيضا الضامن الثاني هي روسيا وروسيا نعلم جيدا ارتكبت جرائم حرب في سوريا وهي من كان سببا في قتل الشعب السوري من بداية الثورة إلى الآن وهي من دعمت النظام وصرحت أكثر من مرة أن لو لا تدخلها لسقط النظام منذ زمان